The moment of inertia of composite area رح نشوفها الحين مع بعض المقصود بcomposite area مثلاً قد يكون عندي area بتكون فيها جزء أول مثلاً Rectangular والثاني circle والثالث مثلاً مثلث فأنا طبعاً عايز أحسب هنا The moment of inertia حسب محور معين مثلاً هذا المحور أشتغل على كل جزء لحاله هذا الحاله The moment of inertia متاعه حسب الأكسس مثلاً X هذا بعدين أشتغل على الثاني moment of inertia متاعها والثالث أيضاً moment of inertia وبعدين بجمحهم مع بعض يعني أشتغل لو شأتم بطريقة مركبة هنا رح تجدوا جداول بتسهل علينا الشغل مثلاً Rectangular رح يعطيك هنا moment of inertia بالنسبة للمحور X زي ما تشوفوا هنا X و Y أيضاً بالنسبة للمحاور X' و Y' اللي بيعدوا بالcenter متاع Rectangle اللي هما هذا من الثنين بالنسبة للمثلث أيضاً والcircle وهنا بالنسبة للcircle أيضاً بيعطينا polar moment of inertia أيضاً بالنسبة للنصف الدائرة تجد المومنت of inertia حسب المحور X والذي هو نفسه بيساوي I لأنها symmetric على X و Y وأيضاً polar moment of inertia بالنسبة لربع السيركل quarter circle أيضاً نفس الشيء وهنا بالنسبة للإلبس أيضاً بيعطينا X و Y وال polar moment of inertia الجدول هذا أيضاً يمكن تستعملوه كثير في steel structures تجد هنا حسب نوع الشيء W shape وتسمى أيضاً wide flange shape وفي اليوروبيان سيستم بنسميها ال H section وهذه أيضاً ال I section أو تسمى في ال American standard shape S shape وهنا C shape وفي اليوروبيان بتسمى ال U shape طبعاً هنا تجد designation تجد ال area depth width و الخصاص الأخرى بالنسبة لل circle بالنسبة لل area سواء كان moment of inertia حول المحور X moment of inertia حول المحور Y radius of gyration بالنسبة لل X و radius of gyration بالنسبة لل Y وأيضاً قد تجدون يعني في بعض الجداول ال Y bar وال X bar لكن هنا بالنسبة لي مثلاً هنا تطرح الحكاية زي ما تشوفوا X هي المسافة من السنترويد إلى آخر نقطة هنا بالنسبة لل section وما تطرحش بالنسبة لل I وال H لأنها أصلاً symmetric والسنترويد موجود في الوسط بالضبط في نقطة تقاطع المحور X و Y طبعاً نحن في composite areas لو احتجنا مثلاً لو عندي I section أقدر أخذ مباشرةً من هنا moment of inertia بالنسبة لل X و Y ولو مثلاً أضيفت لها أي جزء مستطيل أو مثلث أو نصف دائرة حسب section طبعاً راح تضاف إلىها ورح نشوف عليها تمارين إن شاء الله في الجزء القادم شكراً على الانتباه